بعد التعرف على المراحل الزمنية الأولى للأرض في الدرس السابق ظهور حقيقيات النواة وطبقة الأوزون لا بد أنكم تدركون من خلال هذا التسلسل أن الأرض توشك على أن تصبح ملائمة للكائنات مثل الحيوان والإنسان كما عرفتم أنه خلال دهر الطلائع بدأ الأكسجين بالتجمع في الغلاف الجوي ما أدى إلى سلسلة من الأحداث تنتهي بدخول الأرض عصرا جليديا بعد الإبادة الجماعية لكل الكائنات اللاهوائية التي كانت قبلا لكن في المقابل وفر ذلك ظروفا ملائمة للخلايا حقيقية النواة بل أن هذه الخلايا أصبحت قادرة على تكوين كائنات حية متعددة الخلايا وذلك ما بدأ في هذه الفترة على المقياس الزمني بينما أشكال الحياة متعددة الخلايا تبدأ من هذا الوقت تذكروا أن هذه التخمينات العلمية والأرقام يمكن أن تتغير بتطور التقنيات والأدوات التي قد تكشف أشياء جديدة في السجل الجغرافي لكنها حتى الآن تقدم معلومات قيمة في ظل الفهم الحالي للزمن الذي ظهرت فيه أشكال الحياة هذه وتزامن هذه الظروف مع أشكال الحياة متعددة الخلايا مهم للغاية لأن له تأثيره الممتد على التطور خاصة أن عملية التكاثر الجنسي قد بدأت تظهر في هذا الوقت أيضاً وتظهر أهمية ذلك بالنسبة للتطور بأنه في السابق كان الاختلاف في الحمض النووي DNA يعتمد كلياً على الطفرات والحركة العشوائية للحمض النووي أو ربما بعض الفيروسات لكن في ظل التكاثر الجنسي يظهر نوع من المزج المنظم للحمض النووي وذلك للحصول على أكثر تنوع ممكن في ترتيب الجينات والذي يسمح بوجود المزيد من الاختلافات للانتخاب من بينها وبالتالي تتسارع وطيرة التطور تختلف العديد من المصادر حول زمن ظهور أشكال الحياة متعددة الخلايا والتكاثر الجنسي منها ما يذكر قبل 1.2 مليار سنة ومنها 1.5 مليار سنة أي أنها ظهرت منذ أكثر من مليار سنة أو قبل مئات ملايين السنين من الأمور التي عرفتموها أيضاً خلال دهر الطلائع هو أن تجمع الأكسجين أدى إلى تكون طبقة الأوزون من جزيئات بثلاث ذرات أكسجين O3 ومع نهاية هذا الدهر ربما حوالي 550 مليون سنة أصبح طبقة الأوزون كثيفة بما يكفي لحماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية إذ أن الأرض تتعرض لكمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تعيق الحياة على اليابسة وطبقة الأوزون هي ما يحمي الحياة والكائنات على اليابسة من التعرض للإشعاعات الشمسية وتزامناً مع هذه الفترة أي قبل 550 مليون سنة تقريباً بدأت الحياة المتقدمة نوعاً ما تنتشر وتستعمر اليابسة من المثير للدهشة معرفة أن الحيوانات قد استعمرت اليابسة قبل النباتات فالنباتات لم تظهر حتى قبل 450 مليون سنة تقريباً إذن مع نهاية دهر الطلائع بدأت الحياة تنتشر وتستعمر الأرض وتشكلت طبقة الأوزون كما مرت الأرض بفترة جليدية أخرى أيضاً وهناك العديد من النظريات حول ظهورها واختفائها مجدداً ربما يعود السبب إلى وجود براكين أو غازات دفيئة أو غيرها لكن الأهم من ذلك كله أن الحياة بدأت تزدهر أثناء الانتقال إلى دهر البشائر هذه هي الفترة التي يمتد خلالها دهر البشائر إذ في هذا المقياس الزمني تجدون تقسيمات الزمن إلى دهور ثم تقسيم دهر البشائر إلى حقبات زمنية والحقبة هي جزء من الدهر يمتد لبضع مئات ملايين السنين دهر البشائر يتكون من الحقبة الأولية والحقبة الوسطى والحقبة المعاصرة التي تمثل الحقبة الحالية إن أكثر هذه الفترات إثارة للاهتمام هي الفترة الأولى من الحقبة الأولية والتي تسمى العصر الكامبري هذه هي فترة العصر الكامبري التي أثناءها حدث ما يعرف بالانفجار الكامبري وهو يشير إلى الازدياد الهائل في عدد الأنواع والأجناس الموجودة حينها وازدياد التنوع الحيوي على الأرض عامة بعد أن تكون الطبقة الأوزون لحماية المخلوقات واستعمرت الكائنات اليابسة وأصبحت البيئة غنية بالأكسجين ظهرت المزيد من الكائنات متعددة الخلايا الأكثر تعقيداً وبعد عشرات ملايين السنين من ذلك ظهرت أول سمكة وأول نوع من البرمائيات البدائية وبعد نهاية العصر الكامبري بدأ ظهور النباتات في هذه النقطة هنا وذلك بناء على ما تم اكتشافه في السجل الأحفوري قلنا أن النباتات لم تظهر على سطح الأرض إلا قبل 450 مليون سنة لكن الحشرات أيضاً لم تظهر على الأرض إلا منذ 400 مليون سنة أما الزواحف فظهرت قبل 300 مليون سنة أي في هذه الفترة هنا والثديات كذلك لم تظهر إلا قبل 200 مليون سنة والطيور ظهرت قبل 150 مليون سنة أما داينسورات بشكل عام فقد عاشت في الحقبة الوسطى هذا هو عصر الداينسورات بالنظر إلى هذا المقياس الزمني تجدون أن هذه الحقبة حديثة نسبياً ويعتقد العلماء أنها انتهت باستضام صخرة كبيرة يبلغ قطرها 6 أميال بما تسمى حالياً شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك مما تسبب في دمار كل أشكال الحياة الضخمة على الأرض خاصة الداينسورات مما يثير الدهشة أيضاً أنه رغم ظهور النباتات منذ 450 مليون سنة فإن العشب الذي يعد أساسياً في الطبيعة ظهر منذ 40 أو 70 مليون سنة فقط أي أنه حديث نسبياً على هذا الكوكب كذلك الأزهار ظهرت فقط منذ 130 مليون سنة ما يعني أن هناك زمناً وجدت فيه الداينسورات لكن لم يكن العشب أو الأزهار موجودين فيه بالنظر إلى هذا المقياس تلاحظون أن هذه هي الفترة الزمنية التي ظهرت فيها الداينسورات بينما الخط البني هنا يشير إلى الفترة التي ظهرت فيها الثديات أي أن الداينسورات ظهرت بالتزامن مع الثديات ثم بعد ذلك انقرضت الداينسورات في هذه الفترة عندما ضربت الصخرة العملاقة الأرض ربما حينها اختبأ أسلاف أجناس الثديات الحالية في حفر فلم يتكاثروا كلياً بهذا الحدث لكن بالتأكيد أغلب الثديات الضخمة لا قد حتفها كما تلاحظون أيضاً أن هناك مساحة صغيرة جداً تمثل مليوني سنة مضت تشير إلى بداية ظهور الإنسان الأول لكنها تشمل فكرة مبهمة للغاية عن ما هي هذا الإنسان لذلك لا بد من الاعتبار أن الإنسان الذي يشبهنا لم يظهر على الأرض إلا منذ 200 ألف إلى 400 ألف سنة تقريباً إلى هنا ينتهي هذا الدرس